ملخص الكلام ده ايه؟ النظام مليان مشاكل نظام الكورة في مصر مليان مشاكل لابد أن تحل هذه المشاكل بقرارات واضحة مفيش مانع يا جماعة نشوف لجنة تحكيم أكثر احترافية واضح إن لجنة تحكيم واضح إن بريد عنده مشاكل واضح يا جماعة خلاص إحنا جايبين واحد أجنبي عشان يحللنا مشاكل كثيرة ولسه المشاكل بلوزادت خلاص بلاش بريد كابتن عامر حسين يعني تمام زين مدير فني كده لا هلومه ولا هنتقده ولا ههجمه بس إت جبت مدير فني ما نجحش مكتبة قدراته عظيمة خلاص مش لازم يكمل نشوف واحد غيره نشوف تجربة أخرى ربما يبقى فيها حلول أكثر إبداعية للمسابقة المعقدة بتاعتنا دي لن ينصلح الحال إلا لما نظام الكورة في مصر يبقى أقوى أقوى من الأهل والزمالك بشرط هيبقى أقوى إزاي بلواقح واضح وساعة الأهل والزمالك مش هيزعلوا إن النظام الكورة أقوى بس اللواح عندنا دايما عاملة كده بالمناسبة يعني تعالى أقول بس إيه أخذك في جزئية كده بعد كده أرجع الحاجة تانية بس تعالى أقولك البيانات الكتير اللي طلعت في الفترة الأخيرة في كرة القادمة المسابقة كل واحد بيطلع بيان مشي من حقك برضو أنا إيه أنا مكلة أبقى أسئل نادي وأبقى عايز أعمل كده من حقك هي حاجة مزعجة بالنسبة لي إن إحنا نعيش كل شوية في مشاكل زي دي بس كل نادي هيقولك ده حق أنا بشوف مصلحة نادي تعال نشوف ده بيان نادي الزمالك هاخذ لك مختطفات كده يؤكد نادي الزمالك انطلاقا من سوابته التي لا يحيد عنها دائما تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرئيضية وتكافؤ الفرص بغرض الوصول إلى منافس العدلة وهكذا ولذلك نعلن ونؤكد على استياءنا الكامل من التجاوزات التحكمية الصاريخة التي شاركتها مباراة الزمالك هات اللي بعده أنا بس عايز أقولك ملحوظة بس في البيانات إنه لن يشارك فريق الزمالك في أي مباراة من مباراة الدوري التاني قبل أن تستكمل الفرقة المتنافسة جميع مباراة الدور الأول انت ده بلجنة محيدة من خارج مجلس إضاءة اتحاد الكورة وعبت الأندية لإعادة تنظيم وترتيم مباراة الدوري بما يضمن الحياد الكامل هات اللي بعده أن تكون مباراة فرقة المقبلة ودي خلاص عرفناها ويهو مجلس إضاءة نادي الزمالك بكافة الجهاد المعناية بتنظيم وإضاءة البطولة أن تتدارك عدالة وقوناية مطالب نادي الزمالك ونطلع إلى أن تبادر تلك الجهاد فورا إلى تأكيد حيادها ومضعياتها واتخاذ كافة الإقراءات والقراءات اللازمة هات البيان بقى اللي بعده ده كان الزمالك وده بيان كان قبل ده يعني البيان ده كان آخر بيان اللي قبله ده كان آخر بيان نازله الزمالك وده بيان آخر وياك المجلس إضاءة نادي الزمالك طبق نفس القصة ومن سنفقة حرصة المجلس إضاءة على دعم المؤسسات القائمة على تنظيم المشابقة المتمثلة في رابط الأندية المصرية هات البيانات هات كل البيانات ولا بعض كده كان الاهلي مطلع بيان كان سرامية كلوباترام مطلع بيان لسه برضو عند بيان نادي الزمالك هات اللي بعده عايز اخدك لملحوظة مهمة جدا يعني كمله شبابهاته البيان اللي بعده على طول ده كان بيان النادي الاهلي اربع طلبات عاجلة الاهلي متحد الكرة ارسل النادي الاهلي خطابا في زل الاسراء على تطبيق عدم اللوائح والالتزام بالقطور الادارية الصحيحة ووجود اقطاع تحكمات بص البين كبير يعني مكتوب كتير يعني صيغة كبيرة يعني هات اللي بعده انا هقولك ان ليه جايب البيانات دي الوقت ده برضو كان بيان بالنادي بيرامدز بيعرب مجلس النادي عن تقديره كامل اتجاه فريق بيرامدز اللي ازان قدام مباراة كبيرة لعب عشرة لعبين ونحن اذن الله نريد الانتقاص من فوز نادي الزمالك فاننا نؤكد ان مشكلتنا كانت مع القوارات التحكمية الفاضحة والوهمية اتجاه بيرامدز خلال المباراة والكروت الصفراء والحمراء ان غياب العدالة والنزاهة يؤدي الى الانحضار وقارات تحكيم فوبراط قبل النهائي كأس مصر كانت مرجلة خب بلد مصيغة بتاعت البيانات هات اللي بعده ده كان واحد من بيرامدز ده كان من بلدات المحلة تقدمنا اليوم بمذكرة للسادة المسؤولين وان نادي احمد دياب رئيس الانديا المحترفة عن تحكيات تحكمية الصارخة ويتم ارتكابها وبعد كده في الاخر كان لذلك نهيب السادة المسؤولين وصلناه على القرار الالتزام بالحداية وخلق بيئة البيئة المناسبة لنجاح الدول المصر الذي ما زال هو الاقوى في الوطن العربي والشرق الاوسط والهدف هو المنافسة في الاخر حافظ الله مصر وحافظ الله كل مصري شريف وهلك من غير ذلك ده سيراميكا كليوباتر بص الصيغة بقى بص الجمال طفح الكيل وسقطت الاقنعة يا جماعة ده يا جماعة يا جماعة دي بيانات حربية دي مش دي بيانات حرب مش بيانات كورة طفح الكيل ونفس الصبر واستمرت الاخطاء التحكمية وتتابعت بشكل متكرر انا ليه بجيبلك ده كله حتى الصيغة بتاعة البيانات اوبر مبالغ فيها يا جماعة دي كورة احنا ليه كل واحد عايز يقوله ده حقي لو احكاتب لي بيان بص الصيغة طفح الكيل وسقطت الاقنعة يا السلام ايه الكلام الكبير ده ده احنا بنتكلم في الكورة بنكبر المواضيع ليه بيانات 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 طول الوقت طيب دي البيانات بتاعتنا القد كده هو كده بص طول قد كده هو وعريضة وكلام كبير وكلام تييل بص الناس بره بقى لما بتعوص تعترض بتعترض ازاي لان دي في وروقه برضو سعب التحكيم بي دايقها بتعترض ازاي بص ده مثلا كان بيان بن ريال مدريد كان بعد التعادل مع فالينسيا في الجولة 27 من الدول الاسباني وكان تم إلغاء وقتها هدف لبيرين جهام التالت لصالح الريال قاله ايه بقى الريال في بيان كده بسيط مقتضب جدا قال لك قرار تحكيمي غير مصبوك منعنا من الفوز على فالينسيا متصدر الدوري كان يستحق الحصول على السلاسنقاط يا سلام بس كده سهلا هات اللي بعد ده كان بيان من ليفربور ردا على اعتراف لجنة الحكومة اعترفت بصحة هدف الويس دياز في الشباك توتنهام في الدوري وقال من الواضح ان التطبيق الصحيح لقوانين اللعبة لم يحدث مما قدى الى المساس بالنزاهة الرياضية ونحن نتقبل تماما الضغوط التي بص الكلام ونحن نتقبل تماما الضغوط التي يعمل تحتها حكام المباراة لكن من المفترض ان يتم تخفيف هذه الضغوط وليس تفاكمها من خلال وجود تقنية الفيديو ماشي بص بيان ارسنان انا بس بفاهمك السيغرة بتبقى عاملة ازاي لما عوزها اعترد يعني بيان ارسنان ده عمل لتصرحات ارتتة ضد التحكيم الانجليزي نحن ندعم الجهود المستمرة التي يبذلها كبير مسؤولي التحكيم هاورد ويب ونرحب بالعمل معا لتحقيق معايير التحكيم العالمية التي ستطلبها دور يعني ستطلبها الوفا الدوري الانجليزي الممتاز وافضل دوري في العالم مع افضل العبير والمدربين والمشجعين وجميعهم يستحقون الافضل سلام يا سلام هات اللي بعده ده كان ليه علاقة بيه ماتش بوخم ودورتموند السنة اللي فاتت الناس يا جماعة دي نقطة باقة مهمة بونز ليجا نزلوا بيان نزلوا بيان رسمي بيقولوا الدورتموند معلش احنا اسفين حصل خطأ كبير في مباراتكم قدام بوخم قبل جولتين من نهاية مسابقة الدول الالماني في الموسم قبل اللي فات وكان دورتموند وباير الميونيخ ماشيين مع بعض دورتموند كان فريق بنقطة واحدة بس عن باير الميونيخ المباراة دي انتهت بتعادل ودورتموند كان ليه ضرب الجزاء مية في المية يكسب بها المباراة ياخد الدول الالماني خسر الدول الالماني في الآخر لو تفتكروا تعرف دول الالماني طلعوا بيان دجر الحكام الالماني طلعوا بيان دورتموند بقى عملوا ايه طلعوا بيان طلبوا فيها طلبوا في البيان من المشجعين بتقدر تمن ان هم ما يتعدوش او ما يهاجموش او ما يسيبوش او ما يشتموش حكم المباراة خسر الدوري لا نسحب لعمل ازمة لعمل مشكلة لعمل خناءة لا سرخ هتقول لي الكلام المنطقي جدا اه يا كريم بس هم عندهم هناك نظام عندك حق والله انا بس بحكي لك الحكاية كلها عاملة ازاي احنا ليه ما منعرفش نعيش حياة سهلة يا جماعة سهل جدا نطلع اقول انا معطرد على التحكيم انا معطرد على حكم المباراة بس لك احنا منطلع نقول بص انا معطرد على حكم المباراة الاهلي انا عندي اربع مطالب ازاي مالك انا عندي خمس مطالب ازاي مش عايف مين انا عندي عشر مطالب يا فندم اعترض وخلاص مش لازم يعني ايه تقولي لو معمتديش المطالب دي مش لعب وده مش المفروض يكون صح برضه جماعة ما وكده اي نادي معلش يعني ما اي نادي في الدوري من حقه يطلع يقول انا مش عاجبني التحكيم في المباراة دي طب انا بقى بس انا مش هلعب لما تلعبني زي الاهلي والزمالك الساعة سبعة بالليل شو معنى انا بتلعبني الساعة اربعة ولا الساعة خمسة انا عايز اجلعب الساعة سبعة بالليل كله واحبا يقول اللي هو عايزه لو على تكافؤ الفرص فاحنا في الدوري بتاع ده ما عنده مفوش تكافؤ فرص خالص وخليه بقى منطقينا يا بقى احنا مشيين بالدور ده كده اللي هو ايه كلنا بنزقه مع بعض لكنه هو مفوش اي حاجة صح طيب دي قوس ايه